موسيقى مشاهدين الكرام أهلا بكم في برنامج رأس السطر رئيس الوزراء العراقي السيد عادل عبد المهدي في هذه اللحظات هو في جلسة رئاسة الوزراء بأمور مهمة متعلقة بالأحداث الأخيرة اللي صارت يمكن أهم الأمور الآن اللي قالها واللي تكلم بيها بشكل مباشر هي بأنه العراق فعليا ما عنده غير مخرج ما عنده غير مخرج إلا إخراج القوات الأمريكية والأجنبية من العراق لأن حقيقة هذا هو الحل الوحيد وإلا نحن في مرحلة تصادم والتصادم قد يحدث هو حيش وقال أهم مشكلتي أنحنا عندنا اليوم هي مسألة وجود القوات الأجنبية ومسألة وجود الفصائل المسلحة اللي هي خارج انضباط الدولة بحسب ما قال السيد عادل عبد المهدي فبالتالي هذا الوضع هو مقلق جدا وليس هناك خيارات فقال بأنه البرلمان قرر وبأنه رئيس الوزراء هو نفسه وشخصه أوصى ومن أهم توصيات خروج القوات الأجنبية الآن وبسرعة فبالتالي حقيقة ننتظر مع هذه الإرادة على ما يبدو بأن الأمور متوجهة إلى خروج القوات الأجنبية لو من الناحية القانونية رح تصير ما هي الضمانات لانضباط الفصائل المسلحة اللي هي خارج إطار الدولة واللي ديتكلم عنها السيد عادل عبد المهدي تظل هذه أسئلة مطروحة هذه الأمور وهذه التطورات والكلام السريعية جدت بعض تصريحات كبيرة جدا حدثت من يوم أمس تقريبا يعني السيد مقتد الصدر في تغريدة حقيقة رد بها على ترامب بعد ما ترامب رد عليه من الأساس سيد مقتد الصدر خلينا زمي المخرج التغريدة اللي قالها حقيقة يوم أمس واللي أشعلت الكثير من الأمور يعني أكد لي ترامب بأنه العراق مستعد للمعركة حقيقة وبأن العراق سيرد وأنه تهديدات ترامب ما رح تغير أي شيء وبالتأكيد قال له وذكره بفيتنام فبالتأكيد هذه كلمات قوية جدا ورد قوي جدا على ترامب وطبعا هذا جتي أخبار مباشرة بعد هذه التغريدة اليوم من الصباح الباكر على الواشنطن بوست الأمريكية أكدت بأنه إدارة ترامب بدأت الآن بإعداد عقوبات على العراق وطبعا لما يعدون الهيتش أمور الأمريكان يعدوها على مراحل فعلى ما يبدو إحنا الآن بالمرحلة ولازم ينخرج خلينا يعني هذا التفاصيل اللي نشرت اليوم من مسؤولين ما ذكروا اسمهم صرحوا إلى الواشنطن بوست بشكل مباشر قالت كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية بدأوا بصياغة عقوبات ضد العراق بعدما هدد الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات اقتصادية على بغداد إذا شارعت بطرد القوات الأمريكية وفق ما أكد ثلاثة مسؤولين اطلعوا على الخطط مثل ما قلنا هذه هي المرحلة الأولى أيضا أضافت قال أحد المسؤولين أن الخطة تقضي بالانتظار بعض الوقت قبل اتخاذ قراري فرض العقوبات لرؤية ما إذا كان المسؤولون العراقيون سينظون بتهديدهم بطرد القوات الأمريكية في المنطقة أيضا أكو أنباء كثيرة جدا بأنه الواشنطن أو الولايات المتحدة الأمريكية الآن تدرس أنه تلغي قضية الإعفاءات اللي هي كانت تنطل العراق على قضية الحصار على إيران مثل ما نعرف بأنه كل الدول ملزمة بأن تلتزم بعدم القيام بأي تجارة مع إيران بسبب الحصار والعقوبات اللي انفرضت على إيران فالعراق تعودنا أنه يحصل على إعفاءات لأنهم اعتمد على الكهرباء وغيره وهذه بحذ ذاته قد تدخل العراق بمشكلة حقيقية جدا المخاوف أنواع وأشكال ومن أطراف عراقية اليوم من هذه الأمور المخاوف مو بس قضية الحصار الاقتصادي وغيرها المخاوف من أمور أمنية وسياسية خطيرة جدا على سبيل المثال يعني الأمين العام لحركة الوفاء العراقية عضو مجلس النواب السيد عدنان الزرفي قال إخراج جميع القوات الأجنبية ضرورة تفرضها الشعوب بذاتها إن تكاملت أركان الدولة شعب غاضب حكومة مستقيلة ونظام سياسي مخترق لا تعني التكامل لم نخسر حليفا مفيدا فقط وأن ما ربحنا عدوا يخشاه الجميع فاق الشيخ علي أيضا كانت عنده تصريحات على تويتر متعلقة بهذا الموضوع يمكن أهم ما إجابية وخليني يا زمين مخرج حتى نشوف أهم تفصيل في التغريدة مرد نقرأ كل التغريدة حتى لن ضيع وقت نعم فاق الشيخ علي بكلامه قال للآتي قال لقد قررت الولايات المتحدة إسقاط حكمكم بالعراق ستقضي عليكم وتذبح قياداتكم واحدا واحدا لكن بنفس الوقت أكو رد على هذا الكلام كله قصي الشبكي يعني هو أيضا موجود كعضو تحالف البناء الرجل يعني عبر عن ما يعبر عنه الكثيرون إذا كانوا من الموجودين بالبرلمان وغيرهم خليني أيضا نزمين مخرج حتى نشوف كلامه برد على كل هذه الكلام وهذه القصص أنه أمريكا وأمريكا قال إن نتائجا وخيمة ستترتب عن عدم تنفيذ قرار إخراج القوات الأجنبية وأن طرد هذه القوات خير وغطاء لحفظ سيادة البلاد أمور كثيرة آراء مختلفة أطراف مختلفة فلنرى ما الذي سيحدث إذن ينضم إلينا من بغداد حول هذا الموضوع المحلل السياسي السيد عمار البهاد لي حياك الله أستاذ عمار حياك الله تحية طيبة لك ولمشاهدك الكرام حياك الله السيد عادل عبد المهدي الآن وخلال كلمته الآن حقيقة وهي لازالت مستمرة يعني الرجل واضح بأنه لا خيار إلا أخراج القوات الأجنبية وهذا هو الحل بحسب كلامه وقال إحنا عندنا مشكلتين هي قضية وجود القوات الأجنبية اليوم وقضية الفصائل المسلحة اللي هي خارج انضباط الدولة السؤال هنا يعني حقيقة القوات الأجنبية ممكن تطلع يعني أكو عقود وأكو اتفاقيات وممكن تترتب عليها أمور قانونية ويطلعون وينتهي الموضوع إذا كانت بسنة أو إذا كانت خلال أسبوع لكن هل تعتقد بأن هناك ضمانات بأن الفصائل المسلحة رح تكون من ضمن إطار الدولة في المستقبل إذا ما خرجت هذه القوات الأجنبية برأيك؟ نعم هي ابتداء القوات يعني قوات الفصائل المسلحة يعني قوات الحجد الشعبي بالتحديد يعني هي اضطرت بالقانون يعني أنه أصبحت أحد مؤسسات الدولة تحت إطار القانون لذلك اليوم لا بد من السيد عادل عبد المهدي أن يضبط هذه السلوكيات المنحرفة في بعض الأحيان من بعض الفصائل لكن هي بشكل عام هي أصبحت تعلن عن ولائها أو انصياعها للقائد العام لقوات المسلحة السيد عادل عبد المهدي يعني لذلك هي أصلا باشرت بشكل رسمي بالدخول تحت يعني العلم العراقي إذا جهز التعبير ومؤسسات الدولة بشكل عام طيب بس الضرب اللي صار ضد الولايات المتحدة الأمريكية لم يكن بأوامر من القائد العام للقوات المسلحة هنا المشكلة يعني أكو قرارات فردية وأكو ضرب وأكو تباهي في هذا الموضوع بالاستهداف يا سيدي الكريم نعم سيد العزيز اليوم الولايات المتحدة الأمريكية كان تدخل ساطر يعني بحيث هذا الموضوع أثار حفيظة المجتمع الدولي وليس فقط يعني الفصائل المسلحة داخل العراق خصوصا أن يعني سيادة العراق قد مست هناك رمزية يعني وطنية مثل يعني القائد أبو مهدي المهندس وكذلك يعني إذا ما تكلمنا على نطاق المنطقة الإقليمية الجنرال سليماني أيضا قد استهدف بالتالي كانت هناك ردود فعل من أجل يعني الضغط على القوات الأمريكية بالتحديد وقوات التحالف من أجل الخروج لكن أستاذ عمار عفوا بس سؤال بسيط يعني لأنه تدري هذا الضرب لما يصير من دون أوامر حكومية وهم من ضبطين من ضمن الدولة ده توصف الولايات المتحدة الأمريكية ده توصف هذه الدول أنه هذول ميليشيات وهذول ده يقتمرون بأوامر سليماني وإيران وهذه أوامر سليماني اللي صارت هذا الكلام اللي دائما هم يتعذرون به من أجل القيام بما يقومون به يا سيدي الكريم يعني ما تعتقد بأنه سيد عدل عبد المهدي الآن بكلامه ما أدري إذا سمعت أو لا ده يقول لك أنا واحدة من مشكلتي أن عدم انضباط بعض الفصائل المسلحة بعض نعم بعض يعني نرجع على ما تفضلت به يعني هو حتى كانت يعني الضربة اللي وجهتها الولايات المتحدة الأمريكية يعني هي كانت بتصرف فردي وبدليل يعني اليوم الاحتجاجات اللي شاهدة بالولايات المتحدة الأمريكية وكذلك يعني تصريحات رئيسة مجلس النواب في الولايات المتحدة الأمريكية أنه كان سلوك فردي وبالتالي هناك جو ورأي عام في الولايات المتحدة الأمريكية غاضب على تصرفات ترامب إذا رجعنا عن النقطة الأولى التي تفضلت بها جنابك عن موضوع ردود الفعل غير منضبطة لقوى الحجد الشعبي وفصائل المقاومة يعني أنا أسميها بالتصرفات الطبيعية التي تعبر عن حالة الفعل ورد الفعل لأنه وصلت لقناعات أنه لا بد من إخراج القوات الأجنبية من العراق لكي لا يكون العراق هو محور للتنافس والتجاذب والتزاحم على النفوذ لأنه اليوم لا بد من أن تثبت وتثبت سيادة العراق باعتبار أنه هذه الضربات واختراق الأجواء العراقية يعني أعطت حالة من اللهيبة للدولة اليوم أعلنت هذه القوى قوى الحجد وفصائل الحجد عن أنها أعلنت نفسها كقوة مساندة للدولة في حالة وجود ضعف لبعض مؤسسات الدولة طيب بس هي يعني مسألة حقيقة مو ضعف هي مسألة قرار هنا المشكلة بس خليني أعيد سؤالي بطريقة أخرى هل ستكون هناك ضمانات برأيك؟ لأن تدري إحنا اليوم حزب الله نسمع أنه هو موجود في سوريا وعلى الحدود ويقاتل أنه جباه على سبيل المثال هما يعني قالوا وإحنا مو من ضمن الحجد الشعبي في فترات سابقة عند قضية حصر السلاح بيد الدولة وغيرها يعني هذه الفصائل الآن هل هناك ضمانات؟ اليوم القوات الأجنبية خلص يعني يبدو الأمور متوجهة إلى أخراجها إذا أمريكا أو غيرها هل ستكون هناك ضمانات من عملية إرجاع هذه الفصائل وانضباطها من ضمن الدولة؟ لأن هذه المشكلة ما حد يوثق بهذا الكلام وديعتقدون راح تستمر ورح تقوم بما تقوم به وممكن أمريكا بالعكس تزيد تواجدها وتقول هذه ميليشيات وهذول إيرانيين وإحنا لازم نقاتلهم يعني ممكن ندخل بهذه القصة بسرعة نعم اليوم الضمانات هي طبعا يعني بالدرجة الأولى تتحملها الحكومة أو السلطة التنفيذية البرلمان أيضا سيأخذ على عاتقه يعني وضع آليات ويعني معايير أو شروط قانونية من أجل توجيه هذه المؤسسات والانخراط تحت منظومة الدولة لكن حقيقة يا سيد الكريم هذه الممارسات اللي عبرت عنها بالغير منضبطة هي جاءت بعد يعني بعد الضربات أو الاعتداء السافر وخرق السيادة العراقية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لذلك هي كانت في بداية يعني أمرها هي منصاعة ومنضبطة وكذلك يعني تحاول وتعلن دائما بأنها تتبع يعني أوامر الجهات العليا وبالتحديد المؤسسات الأمنية والعسكرية لكن اليوم بما أن التصعيد يعني سواء كان إقليمي أو دولي ابتدأ من يعني الولايات المتحدة الأمريكية فهي لجأت أيضا كأطراف تعلن عن انخراطها تحت مؤسسات الدولة لجأت إلى أيضا التصعيد من طرف آخر مثل ما ذكرت أنت جنابك يعني حركة النجباء أعلنت عن غلق مقارها واللجوء إلى المقاومة الشاملة أنا برأيي هذا أحد آليات التلويح بالردع والتهديد يعني في حال إذا ما يعني استمرت الولايات المتحدة الأمريكية بخرق السيادة العراقية والأجواء العراقية فإننا سنكون حاضرين بمعنى أنها أرادت أن توصل الرسائل أننا سنكون جاهزين للرد بقوة عودة على سؤالك هذا الموضوع أيضا يحتاج إلى تشريعات داخل قبة البرلمان حتى نضمن ولاء هذه الفصائل ليش البرلمان سيدي الكريم ليش البرلمان ليش البرلمان واني عندي قائد عام للقوات المسلحة يستطيع بقرار واحد يضبط الأمور يضبط الجميع والجميع سينضبط يعني كل أكدوا أنه ولاءهم للدولة وولاءهم للحكومة العراقية وغيرها ليش ما نسمع قرار مثلا برأيك ممكنين لهذه الأمور ويقول يا بطرح حزب الله بعد خلاص يعني انضبط من ضمن الحدود العراقية النجباء وغيرهم لهم كل الاحترام والتقدير وانضبط الوضع بعد لا احنا مدخلين بسوريا ولا بغيرها هذه المشكلة يا سيدي الكريم حضرتك تذكر أن ولاية المتحدة الأمريكية سوت قصف على حزب الله قبل هذه الأحداث اللي صارت قيل أنها على الحدود السورية العراقية يعني داخل الأراضي السورية يعني أنا سؤالي سيدي الكريم ما أدري أن تسمعني أو لا لكن السؤال هنا إنه قضية ضرب حزب الله حزب الله العراقي موجود أيضا في سوريا وأكو ناس دي يقول لك هذولا دي يستهدفون القوات الأمريكية وما حد يردعهم هذه هي مشكلة أمريكا ويانا دي يدافعون عن نفسهم دي يقول لك أنا عندي أكثر من داعش ملتس لاعتداء علي وأنت لم تقم بشيء تجاه هذا الموضوع هذا هو كلام الولايات المتحدة الأمريكية يعني ما تعتقد أكون نوع من الرد عندهم فعلا عندهم سلاح رد نعم عفوا سؤالك بالتحديد الصوت يعني طيب عدنا مشكلة يمكن بالصوت ما أدري إذا تسمعني الآن سؤالي بسيط جدا سيدي كمير بس عيد للسؤال أي أنا سؤالي بسيط جدا أنه إحنا المشكلتنا الآن أنه الولايات المتحدة الأمريكية دائما تقول لك أنه حزب الله فعليا وغير من الفصائل يعني إذا تعتدي على القوات الأمريكية ومن واجبات الحكومة العراقية أو الحكومات الأخرى المتعاقدة معها الدفاع عنها المشكلة مدى يصير هذا الموضوع ولدى يصير انضباط بهذا الموضوع ولما صارت حادثة الأخيرة اللي صارت يوم الجمعة قامت الدنيا ولم تقعد فهذا ممكن يستخدموها ملفات ضد العراق في مجلس الأمن الدولي ما تعتقد أكيد أستاذ عمار ما أدري إذا ما أدري إذا تسمعني نعم الصوت يعني مو واضح عندي إذا يروح ويجي لكن أنا فهمت يعني جوز تفضل تفضل يعني حقيقة حقيقة هو أكيد يعني مثل هذه التصرفات يعني الفردية من بعض الفصائل المسلحة هي تكون محط يعني إدانة واستنكار لكن فيما كانت هذه التصرفات هي ابتداء وليست يعني أقصد ابتداء أنه هي فعل وليست ردة فعل لكن بالأونة الأخيرة كانت أغلب الفصائل يعني منضبطة لم تقم بأعمال وتصرفات يعني منفردة بعيدة عن يعني منظومة الدولة الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت آلية التصعيد من طرف واحد وبالتالي كان هناك يعني أكيد حالة من رد الفعل أو ردة الفعل من هذه الفصائل لكن بشكل عام نحن نعتبر أن مثل هذه الممارسات والسلوكيات التي هي تكون خارج إطار الدولة هي غير منضبطة لا بد من أن تكون تحت أنظار السيد رئيس الوزراء لكن بما أنه اليوم حكومة السيد عبد المهدي هي حكومة مشلولة إنجاز التعبير لا تستطيع أن تتخذ كافة القرارات والتدابير اللازمة لذا أعول أنا في هذه الفترة على القرارات التي تتخذ داخل البرلمان مثل ما رأينا يوم أمس عندما صوت البرلمان على قرار انسحاب القوات الأجنبية هو جاء بمثابة التفويض لحكومة السيد عبد المهدي وبالتالي بما أنه هذه هي السلطة التشريعية أو العفن التنفيذية فبالتالي لا بد من أن تنفذ هذه القرارات من قبل حكومة السيد عبد المهدي وحتى وإن كانت هي حكومة حقيقة في هذه المرحلة حكومة تصريف أعمال لذا أرى أنه لا بد من أن يكون هناك حالة من التوافق والانسجام ما بين السلطة التشريعية والتنفيذية لضبط مثل هذه الممارسات وللحفاظ على هيبة الدولة وللحفاظ على الوحدة واللقمة الوطنية جميل سيد عمار بس خلينا حتى نستغل الوقت يعني خلينا نحكي شوية بواقعية الآن الواشنطن بوست أكو مسؤولين أكدوا أنه أكو إعداد لعقوبات ضد العراق يعني تدري حضرتك إذا أريد أن تطيك مثال بسيط أنه 28 دولة بأوروبا توحدة وسوى والاتحاد الأوروبي وسوى واليورو وقوى واليورو مع ذلك ظل الدولار هو سيد العالم هو المعتمد هو الأساسي هو الذي يحكم يعني برأيك أي تحدي هذا اللي إحنا داخلي الآن يعني ما تعتقد أوروبا كلها ما قدرت على الدولار الأمريكي نجي إحنا الآن نتحدى ونطمن بعض تهديدات مباشرة وإعداد لعقوبات أصبح واضح ممكن يخلي العراق في وضع لا سامح الله ما يقدر يوفي بالتزاماته مع الشعب العراقي الآن يعني ما تعتقد ليجب أن نتعلم من هذا الدرس على الأقل نعم حتما اليوم المعركة يعني هي حقيقة معركة إن جاز التعبير هي معركة غير متكافئة إذا جاز التعبير أن نسميها معركة وهذا التصعيد هو غير متكافئ لأنه الولايات المتحدة الأمريكية هي حقيقة دولة عظمى تشارف على السيطرة على العالم بأكمله لكن اليوم المؤشرات ونحن كمراتبين نتبعد في مثل هذه الأزمة أن تفرض عقوبات اقتصادية مباشرة وباللجوء إلى البند السابع الذي يختص بتوجيه العقوبات الاقتصادية سواء أو العسكرية لذلك ممكن فرض عقوبات من وزارة الخزانة الأمريكية على بعض الوجوه السياسية في السلطة الماضية في العملية السياسية أو المتنفذة في العملية السياسية إن ذهبت الولايات المتحدة الأمريكية إلى خيار العقوبات الاقتصادية وهي استبعدت ذلك عبر تصريح رسمي من قبل وزارة الخارجية الأمريكية استبعدت فرض عقوبات اقتصادية لأن إن فرضنا كانت هناك عقوبات اقتصادية في هذه المرحلة أعتقد أن هذا الموضوع هو ليس بصالح الولايات المتحدة الأمريكية ابتداء لأنه اليوم العراق هو يمثل عمق اقتصادي لأمريكا لذلك هي ليس من صالحها أن تفرض هذه العقوبات الاقتصادية موضوع النفط الشوم من مصلحتها سيد عمار بس حتى نتأكد لأن شعب العراقي الذي افتهمه أنه قبل 2003 تدري كانت مواد الحصة التموينية أكثر من مواد الحصة التموينية الآن الآن إحنا بس اللي ضفناه ضفنا العدس فقط وعدنا عجز مالي كبير جدا وتدري يعني إحنا بس إذا ألغوا الإعفاءات علينا في قضية الحصار على إيران هذه ممكن نضرنا بشكل كبير على الكهرباء وغيرها لحضرتك تعرف يعني إحنا معتمدين على الغير الآن شون نضر أمريكا أمريكا يقول لك أنا حتى نفض دا صدر يعني ما محتاج العراق هذا الاحتياج الكبير هكذا هم يتكلمون يعني كيف ترد على ذلك نعم يعني خلينا نكون يعني واقعيين أكثر ونعطي الأمور يعني مسامياتها الحقيقية اليوم العراق يصدر أكثر من أربعة مليون درميل نفط يوميا هذا الرقم هو رقم قياسي ممكن ان توقف تصدير العراق أو منع العراق من تصدير هذه الكميات الكبيرة من النفط هذا ما سيسبب أزمة عالمية بضلا عن الأزمة في الولايات المتحدة الأمريكية هذا سيدفع أيضا إلى تصاعد أسعار النفط في العالم يؤدي إلى أيضا انخفاض كميات النفط خصوصا بالنسبة للدول المصنعة التي تعتمد بكميات كبيرة على المحروقات النفطية مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي هي رفضت حتى الانضمام إلى اتفاقية كيوتو ولو خرجنا بعيدا عن الموضوع لكن للتدليل على أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أكثر الدول التي تستخدم النفط والمحروقات النفطية لذلك هي ستواجه شحة في هذا الجانب بالنسبة للمعطيات التي ذكرتها جنابك لكن عفوا حتى نظل في هذه الدائرة يعني تدري أمريكا ما واجهت مشكلة اقتصادية لما سوت الحصار علينا إلى 2003 من يوم العراق غزى الكويت وكل المشاكل التي صارت عندهم خبرة يعرفون شون يتعاملوني هذه الأمور وهذا هو ما أريد أن أشير إليه المعطيات في تلك الفترة كانت تختلف تماما عن هذه الفترة باعتبار أن العزلة كان يمر بها العراق هي عزلة دولية هذا ما أتحدث الآن بخصوص العراق يعني كان تكاد تكون عزلة دولية يعني بنسبة 100% محاصر من جميع الجهاز سوى كان على مستوى الدول الإقليمية أو على مستوى الدول العالمية كان المنفذ الوحيد للعراق هو اتفاقية الغذاء مقابل النفط يعني اتفاقية الغذاء والدواء مقابل النفط لأنه المجتمع الدولي أنذاك كان غاضب من تصرفات النظام السياسي العراقي بسبب الاحتداءات على الدول المجاورة لكن اليوم حقيقة المجتمع أو النظام السياسي والدولة العراقية بشكل عام استطاعت أن تغازل المجتمع الدولي واستطاعت أن تنخرض من منظومة الأمم المتحدة هناك حالة من أصلا عدم القبول للتصرفات الأمريكية اتجاه العراق وبدليل اليوم التصريحات والبيانات الرسمية من دول العالم يعني من قبل دول الاتحاد الأوروبي أو من دول الدول الإقليمية المجاورة أنه هناك حالة من الدعوة إلى عقلنة المواقف بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق ومن أجل إبعاد العراق عن أن يكون هناك يعني كمحور مع أحد الأطراف أو من أن يعني أن يستبعد من أن يكون ساحة للصراع لذلك أنا أستبعد في هذه اللحظة يعني أن تتوجه الولايات المتحدة الأمريكية بهذه السرعة إلى فرض عقوبات اقتصادية مثل ما ذكرت لك ممكن فرض عقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية لبعض الشخصيات المتنفذة في العملية السياسية الماضية في العملية السياسية من أجل ردعها ومن أجل يعني دعوتها إلى ضبط بعض سلوكياتها التي تعلن ممتاز عن العداء لأمريكا ممتاز جدا إذن كان معنا من بغداد المحللة السياسية سيد عمار البهادلي شكرا جزيلا على حضورك اليوم شكرا إذن مشاهدين نذهب إلى فاصل قصير ونواصل النقاش للأمريكا نقول لن نسكت على ضرب لا نريد لبلدنا أن يكون طرفا في الصراع الإقليمي والدولي الرسالة العراقية وصلت بأن العراق لا يريد أن يكون طرف بأي صراع الوضع معطد وبالوقت عينه لن يصبح أن تكون الولايات المتحدة عينا على دولة أخرى كيف تقرأ التهديد الواضح الحرس الثوري والنظام في إيران كلنا مسؤولين أن لا تتعرض إيران إلى خبر واشنطن ستستمر باستهداف أشخاص ومؤسسات ضالعة في تمويل إيران أطراف التي تحاول جر العراق إلى الحرب الوكالة كانت بمثابة تعامر عليها اليوم إذ وصلت شرارة النار المستعرة إلى الحجاز يبدو أن اليوم الحكومة العراقية بموقف لا تحصد عليه بعد كل هذه التطورات مشاهدين الكرام أهلا بكم من جديد يوم أمس قامت الدنيا ولم تقعد بعد رسالة للولايات المتحدة الأمريكية انتشرت في كل مكان وكالة الأنباء الفرنسية وغيرها نشرت هذه الرسالة باللغة العربية بتاريخ ستة واحد الفين وعشرين البارحة على أساس أنها أرسلت إلى الحكومة العراقية بانسحاب للقوات الأمريكية وغيرها وهذه قدامكم يعني حقيقة الكتاب اللي مرسل وطبعا هذه أثارت صخب كبير جدا لكن سرعان ما اجل رد من الولايات المتحدة الأمريكية على هذا الموضوع وسئلهم مباشرة حقيقة ورئيس الأركان أو رئيس أركان القوات المسلحة الأمريكية مارك ميلي قال الآتي خليني أزمي المخرج حتى نشوف ما قاله ردا على هذا الموضوع قال الرسالة المتداولة بشأن وضع القوات بالعراق مسودة هدفها التنسيق وما كان ينبغي أن تنشره طبعا أكو قالك كبير جدا من ترامب حول هذا الموضوع كيف سربت بهذه الطريقة البعض فسها بأنها خطأ أو غيرها وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أيضا كان عنده تعليق بهذا الموضوع قال لا يوجد قرار على الإطلاق بالانسحاب من العراق وأنه لم تصدر حتى خطط للاستعداد الانسحاب بل نحن نعيد وضع قواتنا في جميع أنحاء المنطقة وهذه الرسالة لا تتفق مع ما نحن فيه الآن أيضا أضاف شي مهم جدا بأنه هذا يمطينا فكرة شنو الأمريكان الآن يفكرون وشنو طريقة تعاملهم قالوا العراقيون لا يريدوننا أن نغادر هم يعلمون أن الولايات المتحدة موجودة لمساعدتهم على أن يصبحوا دولة سيادة ومستقلة ومزدهرة هذه ليست نوايا إيران إنها تريد السيطرة على العراق وجعله دولة تابعة وهذه مشكلتنا من البداية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران فعليا لكن مع ذلك هناك أصرار عراقي واضح جدا وهذا شفناه في كلمة السيد عادل عبد المهدي الآن في جلسة رئاسة الوزراء وطبعا هو التقى بماثيو تولر السفير الأمريكي وأبلغه بالموضوع بأنه الولايات المتحدة الأمريكية لازم تطلع نعيد ترتيب علاقاتنا وهذه واضحة من خلال الصورة في هذا اللقاء السيد عادل عبد المهدي يعني أبلغ ماثيو تولر رسميا بهذا الموضوع وأتحدث به بشكل مباشر أيضا التحرك الآخر إذا نتذكر من التوصيات أو القرار اللي صدر من بردمان العراقي السيد عادل عبد المهدي بالنقطة الثافة أنه يجب أن يتوجه العراق إلى مجلس الأمن الدولي حتى يشتكون على القضية اللي صارت فعليا السيد محمد حسين بحر العلوم اللي هو السفير العراقي في الأمم المتحدة طبعا توجه وقال الآتي اليوم في مجلس الأمن الدولي قال أن العراق يطلب من المجلس الاطلاع بمسؤولياته والحرص على محاسبة من ارتكبوا تلك الانتهاكات التي لا تنتهك حقوق الإنسان فحسب بل القانون الدولي والتي تجعل شريعة الغاب هي السائدة في المجتمع الدولي المشكلة الولايات المتحدة الأمريكية لحد الآن لما تحكي بهذه القضية ومايك بومبيو كان موجود وصرح تصريحات قبل كلمة السيد عادل عبد المهدي اليوم وقبل هذه الحلقة بالتأكيد قال بأن هما قتلوا إرهابي قاسم سليماني من ضمن قوائم الإرهاب وترامب كان واضح قال احنا قمنا بهذه العملية لإيقاف الحرب وليس لبدأ حرب فطبعا الجانب الأمريكي إلى رأيه المخالف لهذا الموضوع ديرش بيكل الألمانية ورويترز أكدوا اليوم بشكل رسمي بأن ألمانيا انسحبت اليوم بشكل جزئي كرواتيا أيضا أنباء عن انسحابها بأن هناك خلص بعد هذه الظروف وبعد هذا الظروف قد هذا الموضوع طبعا أكو قلق أوروبي بأنه رح يأدي إلى معركة وإلى صدامات فانسحاب الألمان بفد رسالة كبيرة جدا حقيقة إذا تقدر تخلينا زميل مخرج ما قالته أو ما نشرته الدي دابليو على هذا الموضوع بالذات من مسؤولين ألمان عن طريقة الانسحاب اللي صارت طبعا قالت بحسب اثنين من كبار المشرعين في البلاد أن ألمانيا ستقلل من عدد قواتها المتمركزة في العراق بسبب المخاوف الأمنية الإقليمية المتزايدة وطبعا صار انسحاب بشكل رسمي إلى دول الجوار وطبعا هذا الموضوع أصبح مقلق بشكل كبير جدا الآن للعالم كله إذن ينظم إلينا حول هذا الموضوع القيادي في التيارات المدنية السيد محمد الجنابي حياكم الله تحية لك ولمشاهدين قناتكم وكثيرا حياك الله سيدي الكريم الآن خلص الإصرار العراقي واضح صار تبليغ للسفير الأمريكي اليوم نظرة مهمة جدا من العراق بأنه نحن ندور على سيادتنا أريد نخلص من هذه المشاكل لكن سيدي الكريم أريد أسألك حقيقة بهذا الأمر إحنا شون رح نكسب سيادتنا بإخراج القوات الأجنبية من العراق وفي إقليم كردستان القوات الأمريكية رح تبقى لأن كما نعلم بأن الإقليم يعني هو غير ملزم بالقرارات التي تصدرها بغداد فبيقول لك الأمريكان هم باقين أصلا في إقليم كردستان فبرأيك أين هي السيادة إذا ما فعلا تم انسحاب القوات الأجنبية بهذا المثل تحية لك مرة أخرى وأشكر صراحتك وهذه الأسئلة المنطقية الواقعية التي الآن أعتقد الشارع العراقي والعائلة العراقية والمواطن العراقي يتطلع إلى هذا التغيير السياسي والمخاوف الأمنية والاقتصادية التي قد تعصف بالمواطن العراقي بسبب الاستهانة والاستغفال من قبل الكتل السياسية وبعض القائمين على الشأن السياسي والأمني تجاه حقن الدم العراقي وحقن أو يعني انتعاش الاقتصادي العراقي واستغفال الأمن العراقي مقابل مجاملات لدول كان عليها دين أن تؤدي الدين أمامها هذا الموضوع اليوم ستكون منصفين سوف أتحدث ليس كتيارات مدنية أو كتلة سياسية كتحدث كمواطن العراقي أو مطلع على الشأن السياسي منذ الاحتلال والاحد الآن وكيف ممكن أن نصل إلى نقطة نتفق أنا وأنت لحل الأزمة العراقية السياسية التي تتبعها أزمة اقتصادية وأزمة خدمية وزراعية وصلاعية يدفع ثمنها المواطن العراقي منذ الاحتلال والاحد الآن وجاءت القوات الأمريكية في 2003 بطريقة سواء كانت مشروع أو غير مشروع لبعض القائم العشر السياسي العالمي والدولي والداخلي لكن حدث ما حدث وتدمرت المؤسسة الأمنية والاقتصادية والخدمية وجاءت بالدستور وكتلة سياسية بعيدة كل البعد عن مصلحة العراق ومصلحة المؤسسات العراقية ومصلحة الشعب العراقي وأسست لبرلمانات متعاقبة ولحكومات متعاقبة ولمناصة متعاقبة كانت مصلحة هذه الكتل ومصلحة الدول التي جاءت بها فوق المصالح الوطنية مئة بأمئة ولا يختلف عليها أثنان الآن ينعد هذا السيناريوما الاحتلال الأمريكي والمشاكل الدولية والصراع الدولي بين الولايات المتحدة وبين إيران وبعض القائمين على الشأن السياسي والذين يدعون الوطنية ويتحدثون بوطنية ومصلحة الشعب العراقي لكن مجاملة لبعض الدول وسحب الصراع الدولي إلى الإيران يعني أنت تقصد أن ما يحدث الآن هو مجاملة لإيران مثلا يعني حتى نكون صريحين أنت هي شدة تعتبرها؟ نعم نعم أنا لا أستثني أي دولة خصوصا دول الجوار في المرحلة السابقة أصبحت الحدود مفتوحة لا مصريحة بسبب السياسات الخاطئة التي تبنتها الكتلة السياسية دمنت الزراعة والصناعة والأمن وأصبح العراق يعني لمن هب ودب في إلقاء المخدرات والعرهاب وتدمير الصناعة والزراعة عطلت المصانع العراقية والمزارع العراقية والتربية والتعليم والأمن وأصبحت المؤسسات العراقية بعيدة كل بعد عن خدمة العراق والمواطن العراقي اليوم هذه التظاهرات اللي نشدها بالعراق اللي ثلاثة شهر اللي السياسيين عاجزين أن يلتفتون إليهم إلا بالشعارات وإعادتهم إلى منازلهم معززين وكرمين مقابل مطالب مشروعه نريد وطن ورافعين العنام العراقي اليوم نريدون أزمات تنحل مون نزيد الأزمات ونجيب أزمات نروح نشتريها شراية ونصير عن تريات حتى نسحب أزمة من إيران ونجيبها نلبسها برأس المواطن العراقي حتى نسفك دماءه ونهلك اقتصاده ونعيد الوضعية إلى المربع الأول اللي كان مدافع عن الشعب العراقي وهي الحراك الشعب العراقي والدفاع للشعب العراقي عن المؤسسة العراقية عن النظام بصورة عامة عن تشريع القوانين هو الذي أعطى الزخم العالي لإعادة بناء دولة المؤسسات جميل لكن خلينا نحكي بموضوع التدمير الأقليل سيدي الكريم يعني حتى نوضح الأمور هنا يعني ليش دنقارن وضعنا بوضع النظام السابق والحصار اللي صار عليه وانه راح تنفرض علينا عقوبات النظام السابق كانت عنده هواية انتهاكات كان عنده غزول الكويت وكان عنده يعني الكثير من المخالفات اللي مجلس الأمن الدولي وافق على أساسها بعقوبات على العراق وحصار اقتصادي اليوم على شنو دا يفرضون علينا عقوبات احنا المعتدى علينا سيدي الكريم ليس هناك مسبب قانوني ممكن ان يقتنع به العالم انه ينفرض علينا حصار من شنو الخوف يا سيدي الكريم انا اتحدث لك النظام السابق الذي كان هناك سياسة مثل ما تحدث خاطئة مع دول الجوار واحتلالات اليوم هذه الكتل السياسية والقائمين عشان السياسي والحكومي اصبحت سياسات خاطئة مع الشعب العراقي مع اهل بيته مع ابناء شعبه اللي اصبحت بالطائفية والعرقية وسرقة المواطن العراقي واصبحت المؤسسات حكرا للكتل السياسية والمناصبة ومغانمها واصبحت المغانم فقط للدول الخارجية لاملاءات التي تمنع بها الكتل السياسية وسرقة وقتل الشعر العراقي اليوم هذا الا يكفي هذه التظاهرات الشعبية التي تنادي الا يكفي للمجتمعات الدولية وحتى الولايات المتحدة ان تكون حاضرة وتحاول تصحيح الاخطاء التي مارستها في المرحلة السابقة بعد الاحتلال وتكون مسؤولة انسانيا وامام مجتمع الدولة وامام مجتمع العراقي الى تصحيح ما دمرته الولايات المتحدة وفرض قانون يخدم الجميع يخدم المواطن العراقي والمؤسسة العراقية لكن العراق لا بد ينتعش لا بد لا ضير ان يكون العراق لديه سيادة ويديه مؤسسات عراقية ولديه جيش ولديه أمن لكن هذا اليوم أصبح سراب يحسبه الضمان ماء اليوم هذا هواء في شبك اليوم العراق عاجز ان يوفر حصة وينيا المواطن العراقي اليوم عاجز ان يزرع اي شيء اليوم عاجز ان يفتح اي مصنع اليوم التربية التردف التربية والتعليم والجواز العراقي والسمعة العراقية والفساد هذا ناهيك على الفساد العراقي اللي يتحدث به أبسط طفل عراقي اليوم اسأل أي طفل عن الفساد يقول لك احنا رئيه دولة جميل بس انت اليوم الدولة والحكومة ده تتخذ قرار قرار مصيري قرار ده تريد به تثبت انه هي قوية تثبت انه هي قادرة على اخراج القوات الاجنبية وغيرها هذه البعض فسرها قال قد تكون هذه بداية لقرارات حاسمة هذا قرار كبير جدا ومصيري وهائل جدا ممكن يشوف قرارات ضد الفاسدين ممكن يشوف قرارات ضد الميليشيات المنفلتة ممكن يشوف قرارات ضد العصابات هنا وهناك ممكن يشوف قرارات اقتصادية كبيرة وشراكات جديدة قرار هائل جدا الآن ده يتخذ العراق يا سيدي الكريم اكو تحول سيد فاضل اولا كلامك منطقي جدا وواضح للجميع يعني الحكومة اليوم حكومة تصريف اعمال مكبلة بالقيود اليوم لا تستطيع لا عندما كانت حكومة شرعية وعندما تصريف اعمال لا تستطيع اتخاذ قرار محاربة فساد بناء دولة مؤسسات ابعاد الطائفية الحيادية مع الدول الأخرى تنظيم علاقات دبلوماسية صحيحة اليوم هذا الوضع اللي احنا به يعني عاجزين الكتل السياسية عن تشكيل حكومة وطنية عن تنفيذ مطالب مشروع المواطنين يعني ثلاثة شهر والله اصبحنا يعني هذا المواطن العراق اليوم ثلاثة شهر يعني شنقل امام المجتمع الدولية امام منظمات إنسانية امام الضمير العراقي امام الإنسانية اليوم هذه الخمسمائة شهيد والستة الاف معوق وعشرين الف جريح يعني هذه لا تكفي بأن هذا هو دليل على عجز سياسي وعجز حكومي امام بناء دولة مؤسسات شون حكومة ما تقدر شكلها شون تقدر تتقارع وتسحب أزمة أمنية وأزمة اقتصادية مع أزمة سياسية بين الولايات المتحدة وإيران والكل يمتلي إلى إيران والكل يمتلي إلى سعودية بس البرلمان انتقرار البرلمان نطق قرار كامل ونطق كافة الصلاحيات للحكومة المستقيلة للسيد عادل عبد المهدي القرار ما لت يعني ما تعتقد قرار البرلمان خول الآن هذه الحكومة وإن كانت مستقيلة أو منقوصة الصلاحيات نعم الكل يعلم بأن اللي كانت حضور البرلمان ليس لديه يعني نصاب كامل وصرح السيد رئيس البرلمان عنده في يعني احدى الفيديوهات المسربة بأنه هذا كتلة معينة أرادت هذا القرار لم تكن هناك شاركة في القرار ليس تخوفا من الملات المتحدة ولا مجاملة يعني البعض من الكتلة السياسية أرادت أن تجامل إيران بمقابل أن تسحب الأزمة إلى العراق وتعيد أزمات العراق مرة أخرى كما حصل في الحصار وإراقة الدماء مرة أخرى مجاملة لإيران ولا الكتلة الثانية هي مجاملة لأمريكا بقدر ما الموضوع مدروس يعني أي مواطن اليوم يتطلع على شرع العراقي منذ القرون السابقة والحصار وما حصل في عراق مواطن العراقي يعلم ما هي الأزمة الاقتصادية ما هو الحصار الاقتصادي اليوم إحنا عمالنا حضرتك أشنا أيام الحصار الاقتصادي الذي كان مفروض على العراق بسبب سياسات خاطئة اليوم السياسات خاطئة أكثر اليوم قتل أكثر طائفية أكثر اليوم لا توجد إنسانية هذا المواطن العراقي عندما يطلب يريد وطن يريد حكومة رئيس وزراء عراقي يبني علاقات صحيحة مع الدول يتفت العراقي يأسس مؤسسات صحيحة يطلع حق العراقي يسوي مشاريع عراقية هذا أبسط مطلب طيب يعني شنو قصدك سيدي كريم شنو قصدك نترك الأمريكان يعني من قل لهم شي ناخذ بالخيار الثاني اللي حتش به سيد عادل عبد المهدي بالبرلمان أنت هذا اللي داد قصده راح أحكي لك راح أحكي لأول شي الاتفاقية الأمنية شرعت في زمن حكومات سابقة كانت لها يعني أزماتها ووضعها الخاص كذلك أنه هذه الاتفاقية الأمنية عندما شرعت وقعت من قبل السيد هوشيار الزيباري وزير خارجية وكذلك وزير خارجية الولايات المتحدة وأهم شرط منها أنه يتم الاتفاق من قبل الطرفين على إنهاها أو تغيير في أي فقرة من فقراتها وتكون وعد التغيير نافذة المفعول بعد سنة هذا أول موضوع هذه الاتفاقيات لم تشمن فقط الأمور الأمنية اليوم أكثر معظم الشعب العراقي لم يطلع على الاتفاقية لكن عندما كانت حاضرة اليوم في الأزمة وحاضرة في المشكلة الوضع السياسي والأمن العراقي طلع عليها الشعب العراقي تلاحظ فقراتها يعني معظمها يعني تعاون أمني وتعاون اقتصادي وتعاون خدمي وتعاون تربوي وتعاون ثقافي وتعاون يعني كافة النواحي ليس فقط وإنه وصدر حال المسؤولين الأمريكان ما أرجو أن تعطينا فقط هذه الدقيقة طيب بس إحنا ما عندنا مشكلة بهذه أنا احنا ما عندنا مشكلة بالتعاون هذا حضرتك اللي تفضلت بي احنا مشكلتنا بالتواجد العسكري بس أريد أسألك بسرعة سيدي كريم يعني تدري اليوم احنا أكو طرف نسة الناس اللي هو تنظيم داعش الأرهابي شنو المانع الآن تنظيم داعش الأرهابي يسوي هجوم على قاعدة أمريكية وأمريكا تتهم حزب الله أو أي من الفصائل المسلحة ويبدأ الضرب وتصير حرب بالمنطقة كلها ليش الناس يعني تدري احنا عادة ما تنكشف عن الهجمات هوية الهجمات اللي تصير على المنطقة الخضراء والقواعد الأمريكية وغيرها ممكن داعش يستغل هذه الثغرة ويحقق مقاربة احنا ليش ما فكرنا بهذا السيناريو يعني اليوم الضبابية اللي يعيش الشارع العراقي وحتى الكتلة السياسية وحتى القائمين عشان السياسي وكم حللين سياسية ضبابية كبيرة معتمة لا يمكن ادراك الاحداث التي متسارعة يوميا يعني ننام الليل نصبح الصبح لأحداث كبيرة متسارعة احنا اليوم هذه الازمات يجب ان يبتعد العراق عن هذه الازمات كل التحليل السياسي وكل الوضع السياسي والازمة اللي يعيش به العراق يجب ان نلتفت الى مواطننا العراقي الى الازمة العراقية الى تشكيل الحكومة تنفيذ مطالب المتظاهر الاتيان بحكومة يترأسها رئيس وزراء يطلع على هذه المشاكل يعني مشكلة مشكلة سواء كانت مع الولايات المتحدة او مع ايران او مع دول الجوار او مع الفاسدين او مع المشاريع او مع الامور المالية او مع الاقليم وتحل بطريقة عراقية من خلال الخبراء ومستشارين عراقيين لا يمتلون الى كتلة ولا يمتلون الى جهة سياسية ولا يمتلون الى دولة اخرى لكي نحل المشاكل اليوم انت ابسط شغلة في ابسط دائرة في ابسط بيت اللي لم تتدارك المشاكل سواء كانت خدمية او اي مشكلة اجتماعية او مشكلة اشائرية بطريقة صحيحة ويجلس الاطراف المعنيين بطاولة حوار وتحل وتطرح المشكلة بطريقة صحيحة وبنواية وان اؤكد على النواية الصحيحة التي يجب ان تتبنىها الكتلة الوطنية والانسانية والوطنية لا تدعي وطنية فقط بالحوارات وتترك المواطن العراقي امام الازمات وتشترى الازمات ونبحث عن الازمات اللي نجيبها الركوبة برأس الشارع العراق والشعب العراقي سيد الفاضل الموضوع ليس صعبا لكن لا يوجد شخص لا توجد نواية لا توجد افكار لا توجد يعني توافقات سياسية لحل الأزمة سواء كان سياسية أو أزمية أو أمنية المشكلة بين الولايات المتحدة وإيران العراق ليش احنا الكتلة السياسية دا نجيبها نطلح نجام الإيران ونجيبها نطب راسمها يعني ديش ودن نفرض حصارة على العراق يكتل العراقيين زيان هذول مولابناء شعبنا النايمين دنروحوا نفذوا المطالب وشكل حكومة ذا بيكم خير طيب ممتاز جدا إذن أخشى أن الوقت قد ادركنا كان معنا من بغداد القيادي في التيارات المدنية سيد محمد الجنابي شكرا جزيلا على حضورك اليوم حياك الله إذا مشاهدين بهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم أشكر لكم طيب المتابعة إلى اللقاء شكرا جزيلا